لكن ندل عن شيء يدل على حالة الحضور الخلاق للأمير السعود على المشهد الاجتماعي والفني والشعري كابا وهذا يقودني إلى سؤال أطرعه عليك دائم سؤال الحضور والغياب يزعجك؟ الناس اللي تقول وينك يا الأمير؟ ما نشوفك أنت غايبة عن الساحة؟ يعني كان يزعجني لأنه لما أنت اجتهد فإنك تكون متواجد لكن اليوم الأماكن كثيرة يعني لا يعني أي واحد معروف ما يقدر يكون بكل الأماكن أنت تحرص أنك تكون بالمكان المعقول المكان الزين المكان بس ما تقدر تكون بكل الأماكن وخصوصا بعد ما صارت يعني العالم الافتراضي والسوشال ميديا ما عدت تقدر تكون في كل مكان المنصات صارت واجد كثير كثير والمتلقي صار يعني يشوف كثير فما تقدر أن تكون في كل مكان يعني مثلا أول مكان الشعرة كلهم كان المجلات أو الجرائد الجرائد كصفحات أسبوعية والمجلات شهرية فكل أحد يحب الشعر يعني ليس شرط أنها شعرة يكون سعود يكون مثلا أي أسم ما بعض كرسم وخلي أسم بس من خلال شعر اللي يحبه ممكن يشوف سعود واللي يحب سعود ممكن من خلال سعود يشوف شعر ثاني يتعرف عليه فكان منصة واحدة وكل مجمع اللي يشوفها اليوم كثير صارت لكن تلفزيونيا قليل للأسر هذه الكثرة هل تعني بالضرورة أن موضوع الشعر والشعرة هو في حالة انحسار أتكلم على مستوى الرأي العام على مستوى المتلقي لا انحسار كبير بعد لا لأن يعني وين المكان اليوم أي كل الشعرة أنا متأكد يعني فيه شيء أنا أعرفه وفيه شيء أنا متأكد منه تماما أن المرحلة هذه في لها شعراءها وشعراء رائعين لكن عدم وجود مكان يجمعون عليه الناس أنهم يشوفون الشعراء فيه هو اللي يخلى كل الشعراء اللي يطالعين الآن كلها مجهودات شخصية ومن خلال السوشال ميتي وهم طيب أنت تتفق أو تختلف معنى اللي ليسمع كلامك الآن يا أمير ويحاول يشخص الواقع يقول الحين النافذة الوحيدة المفتوحة للشعراء هي الأغنية فقط لا خير ما هو بكل أحد يقدر يوصل لأغنية ولا كل نص ممكن يتغنى ترجمة نانسي قنقر